يوميا مصر بتقدم مشاعدات إنسانية لإخواتنا في قطاع غزة لتخفيف حجم الكارثة الإنسانية اللي نتجت عن القصف اليومي لقوات الاحتلال المدنيين في القطاع في ظل صمت دولي غير مبرر لحقيقة لهذه الأعمال الوحشية اللي بترتكبها قوات الاحتلال خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن دور المجتمع الدولي ومسئوليته تجاه ما يحدث من جرائم يعني نقدر نقول بشعة إنسانية في قطاع غزة نرحب في فقرتنا النهاردة بالأستاذ عصام الشيحة المحامي بالنقد وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أهلا وسهلا بحضرتكم أهلا بحضرتكم أهلا بحضرتكم في البداية كده إحنا شايفين أن كل يوم بتتسع دائرة استهداف المدنيين بات القصف الليلي العشوائي وكأنه هواية محببة للإسرائيليين كل يوم أنا مش عارفة إلى متى حيستمر هذا الموضوع وتقييم حضرتك له هذا القصف خلينا أقولك الإسرائيليين منذ اللحظة الأولى وهم عندهم هدف الهدف الرئيسي هو إخلاء غزة من سكانها الأمين العام للأمم المتحدة بيقول أنه غزة أصبحت مقبرة للأطفال المحللين السياسين حول العالم شايفين أنه ما يحدث في غزة هي عملية إبادة جماعية فيه إصرار شديد جدا من جانب سلطة الاحتلال فيه دعم غير مبرر من الوقت المتحدة الأمريكية فيه دعم غير مبرر من الأوروبيين على الرغم من أن هذه الجرائم لأول مرة في التاريخ يعني يتم توصيقها على الهواء مباشرة بيشوفها القاسي والداني لكن إسرائيل ضرب عرض الحائط بكل الضغوط الدولية خاصة الضغوط الشعبية حول العالم لأن في تزايد ملحوظ من تدخل الضمير العالمي للفت أنظار الحكومات إلى ما يحدث في غزة لكن على الجانب الآخر سلطة الاحتلال اللي منوط بيها تبقى للاتفايات الدولية تبقى للاتفايات الجينيف الأربع أنها تحمي أهالي غزة هي طول الوقت بتقصف أهالي غزة لدفعهم دفع للخروج من المنطقة المؤسف في هذا الأمر أن بعض المنظمات الدولية في الوقت الراهن بتساهم بشكل غير مباشر في أنها تزيد الضغط على أهالي غزة لما بتتلقى تعليمات من سلطة الاحتلال أنها تغادر الشمال فبيترتب على هذا أن الأهالي الموجودين في الشمال لا بيلقوا الميا ولا بيلقوا الأكل يعني فبيحطوهم بين المطرقة والسندان وأنا أتصور أنه إسرائيل مصرة على أنها تقضي على الأخضر واليابس في منطقة غزة طيب المجلس القومي لحقوق الإنسان هل هيكون لي دور في هذه الفترة؟ خلينا فرق ما بين حكتين ما بين حضوري كعصام شيحة رئيس للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وبين عضويته في المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان حريص منذ اليوم الأول على أنه يتابع ما يتم يوصق ما يتم لكن ليس من سلطاته أن التدخل في هذا الأمر هو معني بأنه يعني يوصق حالة حقوق الإنسان في مصر يدافع عن حالة حقوق الإنسان في مصر لكن على الجانب الآخر أنت بتتكلم كمان على الضمير الإنسان أعضاء المجلس القوم بحقوق الإنسان هم دول بشرة شايفين ما يحدث وبينقلوا ده في كل مقابلاتهم اللي بتتم مع المسؤولين الدوليين عما يحدث في غزة خاصة وإنه ما يحدث بيدرب منظومة حقوق الإنسان في مقتل إحنا بنشعر بحرج في كثير من الأحيان في أن إحنا نبرل للناس منظومة حقوق الإنسان يعني في لقاء من يومين إحنا أبنا بفاوض السامي لحقوق الإنسان في العالم أكبر شخصية معنية بحقوق الإنسان في العالم وكنا مندهشين جدا أنه هو يعني زهرة متأخرة يعني بانيا ونقلنا له بشكل قوي وبشكل خشن يعني وجهة نظرنا لمنظومة حقوق الإنسان أن الناس بتشوف أن إسرائيل بتطلب من المواطنين أصحاب الأرض أن هما يغدروا الأرض ويخرجوا منها ده بنسميه في القانون الدولي الإنساني أنت بتعمل تهجير قصري بتدفع الناس دفع أن هما يسيبوا مساكنهم فكنا بنضرب مثل بأن إحنا وجه إلينا انتقادات في مصر لما نقلنا أهالينا من الأماكن العشوائية نسكنهم في أماكن صالحة للسكنة ووجهنا في الأمم المتحدة بأن هذا تهجير قصري ومن ما يحدث أمام الرأي العام لكن للإنصاف في الأمم المتحدة يعني بتتعامل بشدة شديدة في الوقت الرهد مع الحكومة الإسرائيلية لكن إسرائيل طول عمرها ليس جديدة أنها تضرب عرض الحق بالمنظومة الدولية وأنا أتصور أن الأمين العام للأم المتحدة الحالية سوف يدفع ضريبة قاسية مثل 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 بطر السغالي في إسراره على أنه يدين الانتهكات الإسرائيلية الشديدة والمخالفة لكل الأعراف وكل المواصيك وكل الاتفاة الدولية العاملين في مجال حول الإنسان حول العالم وفي المنطقة العربية يشعروا بالخجل لأنه لأول مرة تحصل أمور فوق طائطهم إحنا في كثير من الأحيان نبقى محتاجين نوصق حدث نوصق قضية نوصق أنه مواطن تعرض لتعذيب أو مواطن تعرض لعنف أو لمحاكمة غير عادلة توصقها وتجي فيها شهود وتجي فيها مستندات فما بالك والعالم كله بيشوف وقائع وأنا أملي من خلال برنامجكم أن أنا أبعد رسالة لكل المهتمين بهذا الشأن أنهم يوصقوا هذه الأحداث ويحتفظوا بيها عندهم لأنه في الوقت الراهن حتى الفضائيات اللي بيزيها بتمسح حتى الجوجل بيمسح حتى اليوتيوب بيمسح الحاجات ممكن استخدمها في إيه بعدك أنت بتستخدمها بأنك تروح على أقل تقدير المحكمة الجنائية الدولية السلطة الفلسطينية من الدول اللي وقعت على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية وده معناها أنك تستطيع أنك تخاضي القادة للإسرائيليين إن لم يكن اليوم فربما في المستقبل لأنه جريمة هذه الجرائم لا تسقط بالتقاطب تبقى للقانون الدولي فهي جريمة ما تسقطش بالتقاطب ربما تكون موازين القوة في الوقت الرهن لا تسمح بأنه الرأي العام العالمي يضغط على المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام يبدأ مشاوراته في القضية لكن ربما في المستقبل الظروف تتغير خاصة أنه سلطة الفلسطينية سبق وراحت المحكمة الجنائية الدولية وفيه تحقيقات ربما ما يحدث الآن يدفع المدعي العام وهو جاء مصر وراح رفح وشاف ما يحدث على الهواء مباشرة يعني فضميره ما يسمحلوش كمان على الأقل في الوقت الرهن أنه ما يحركش الدعوة بعض المنظمات الدولية بعض المنظمات الحقوقية والسقط ورافعت ورافعت دعاوة عندنا تقريبا 260 محامي من إنجنترا قرروا من تلقاء نفسهم أن هم يعملوا دعوة ويقوموه فاللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية أمر ضروري وأمر مهم لأنك أنت كمان بس بتوسق وبتقول للرأي العام أنك أنت اتخذت السبل والطريق في مواجهة هجمة شرس أنت عارف كويس قوي أنه إسرائيل في ضهرها وفي المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين لكن الرأي العام دلوقتي يعني لن يغفر لهم وإحنا حنشوف حنشوف سواء في الانتخابات الأمريكية أو في الانتخابات الإسرائيلية هيبقى فيه تغير جزري لأنه في النهاية فيه بشر ربما يستشعروا المعاناة شديدة اللي بيعاني منها أهلنا في الأراضي المحتلة أنا عايزة أرجع وراء شوية معلش وفيه نقاط محتاجة مزيد من التوضيح إحنا عايزين بس نوضح أن أدوار بتاعة منظمات المجتمع المدني هي لا تستطيع تغيير الواقع بقوة أو بسلطة هي توثق وتسلط الضوء لكن ما تقدرش تدخل قرار بوقف لإطلاق النار أو بوقف الاعتداءات كثير قوي رأي العام بيطلب من منظمات حقوق الإنسان وبيه هجمها بيقولهم وما أنتوا بتعملوا إيه تقدر منظمات حقوق الإنسان تاليه خليني بس أقولك للإنصاف لا منظمات حقوق الإنسان طول الوقت بتقدم لأنها لها مهام رئيسية مهمتها الرئيسية هو الحفاظ على كرامة المواطنين التصدي للانتهكات اللي بترتكب من جانب الدولة أم من جانب الأفراد تجاه الأطراف الضعيفة مهمتها أنها تحمي الأطفال وتحمي المرأة وكبار السن يعني لها دور مشرف ودور كبير لا يستشعره إلا اللي بيقع عليه الظلم وأول ما بيقع على الشخص الظلم الأشخاص نفسها اللي بتوجه انتقادات والاتهامات لمنظمات حقوق الإنسان أول ما هو نفسه أو حد من أسرته يتعرض لانتهاك أو يتعرض لظلم مباشرة لا يجد ملجأ إليه إلا المنظمة المصرية حقوق الإنسان فعايز أقول لحضرتك المجتمع المدني بيقوم بدور كبير جدا وفي السنوات الأخيرة أصبح المجتمع المدني شريك رئيسي للدول فأنت حتلاقي العناصر التلاتة حتلاقي الدولة مجدد سؤالي سؤالي أنه عالميا البعض بيبقى متخايل أنه هناك سلطة تستطيع مناظرات حول الإنسان أنها توقف بها هذا العدوان أو توقف بها هذا من المؤكد أن لها سلطة هي سلطة إيه هي سلطة أدبية في أنها تكشف جرائم المحتل تكشف الانتهاكات اللي بتعرض إليها الإنسان حول العالم وأنها تنقل هذه الصورة إلى أروقة الأمم المتحدة اللي منوض بها أنه هي بقى المجلس الأمن هو اللي ياخد قرار بوقف العدوان على غزة هو اللي بياخد قرارات بإدانة الدولة المحتلة هو اللي بياخد قرارات بإدانة الدول لكن خلينا أقولك إحنا بنعمل كل ده لكن في المقابل فيه الفيتو الأمريكي اللي دايما جاهز لمناصرة إسرائيل ظالما أو مظلوما طيب السيد عصام دايما القادة الأوروبيين دايما بيدفعوا أو بيدعون هما بيدفعوا عن حقوق الإنسان وبيتشدقوا دائما بالدفاع عن حقوق الإنسان وقبل هذه الأحداث بأيام معدودة كان فيه بيام من البرلمان الأوروبي بيتحدث عن حقوق الإنسان في مصر أين هؤلاء هما ألا يستشاروا الحرج في هذا التوقيت بعدما يشاهدونه مما يحدث من فضائع في هذا القطاع عايزة تشكرك على السؤال لأنه السؤال مهم جدا ليه؟ لأننا شفنا أنه هذه الدول اللي بتستخدم ورقة حقوق الإنسان لتدخل في الشؤون الداخلية للدول النامية أو للدول الصغيرة وبتمارس ضغوط غير مبررة في كثير من الأحيان هذه الدول اللي هي كانت بتوجه التهمات لنا أننا بنمنع التظاهر فهم منعوا التظاهر في الوقت اللي هما منعوا فيه منعوا فيه الاعتصامات في الوقت اللي هما أبضوا فيه على الناس ناصر القضية الفلسطينية هما اللي ما أدنوش الإبادة الجماعية اللي بتتم قدام منهم التهجير القصر اللي بتتم قدام منهم المخالفات الواضحة لالاتفائيات اتفائيات الأمم متاحة واتفائيات جينيف الأربعة اللي كانت قدام منهم هما شعرين بخجل شديد أمام الرأي العام عندهم والرأي العام كشف يعني توجه الحكومات في الغرب الحكومات في الغرب بيتعاملوا دايما على أنهم يتبعوا الولايات المتحدة الأمريكية. تعرفوا الولايات المتحدة الأمريكية متعاملون في تول كبير كده. ودول في ديل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الشعوب بدأت تكتشف تكتشف ده. وتوجه إليهم التهمات. وإحنا كمان أصبح لدينا القدرة في أن احنا نوجه التهمات مباشرة. زي ما هم بيقولونا أن أنتم ما عندوكوش حق التظاهر. ما أنتم عندوكو حق التظاهر. فين حق التظاهر؟ بتسمحوا للناس بالتظاهر. بل أنهم في فرنسا أصدروا قرارات بمنع تزاره حتى الصدام ما بين وزارة الداخلية وما بين وزارة العدل وما بين الحكومة ده مفادوا بوضع شديد كده أن أصبح لدى الرأي العام العالمي يقين أن هناك الزواجية في المعايير يعني دي أصبحت حقيقة اكتشفها العالم أن الغرب عندما يتحدث عن قضايا حول الإنسان هو والأمريكان يتحدث عن مصالح تتحقق لهم عندما تتعرض هذه المصالح مع قيم حول الإنسان ولكنه شاف قيم حول الإنسان إحنا مهمتنا إيه أنا مش عايز في غمرة الأحداث والظلم الشديد اللي واقع على أهلنا في غزة إن إحنا نخلط الأوراق قيم حقوق الإنسان قيم إنسانية رافعة إحنا أصحابها يعني البعض بيتوهم أو بتصور إنها قيم أوروبية لا هي قيمنا وشاركنا فيها يعني الدولة المصرية دي من الدول اللي شاركت في وضع المصاق العالمي لحول الإنسان والعهد الدولي لحول مدنية والسياسية والعهد الدولي لحول قصة دولة الارتماعية فإحنا مش بعادة عن المنظومة الإنسانية علينا نفرع بين الممارسات اللي بتتم من الدول وبين المنظومة 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 نأمل إنها تعود إلى رونقها تمارس دورها يتم احترامها لأنه عدم احترام منظومة حقوق الإنسان يترطب عليه انتهاكات شديدة لا نستطيع التصديل كارثة إنسانية أهل اللي احنا شايفينه أعتقد إنها ستستمر من سيء إلى أسوأ ما لم يتدخل المجتمع الدولي بشكل حاسم لوقف هذا الاعتداء هل نقدر نتكلم في ده قدام القانون الدولي نقدر نقول أن هناك تفريقة بين الطفل العربي والطفل غير العربي يعني قدام كوزن قدام القانون هنا أقولك أن أقوى تصريح صدر للأمين العام لأمم المتحدة ولما بقولك الأمين العام يعني قمة الهرم في المنظومة الدولية أنه بيقول أنه غزة مقبرة للأطفال أنا أتصور أن هذا التصريح جدير بالاحترام جدير بالاشتباك معاه من جانب المنظمات الدولية من جانب الدول من جانب الحكومات من جانب الأفراد لأنه إحنا مش هنلاقي دليل نروح به سواء المحكمة الجنائية أو محكمة العدل الدولية وسبق للسلطة الفلسطينية أنها رحت لمحكمة العدل الدولية وخدت منها فتوى بما ترتكب إسرائيل من جرائم لكن الأزمة الحقيقية إحنا محتاجين يبقى عندنا مصابرة وعندنا مش رغبة بس لكن عندنا القدرة على أن إحنا نمارس ضغوط طول الوقت إذا لم نستطع ممارس هذه الضغوط على الدول فعلى الأقل على المنظومة الدولية لحقوق الإنسان على المنظمات الدولية لحقوق الإنسان على الرأي العامي العالمي لنكشف أمامه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في حماية الولايات المتحدة الأمريكية طيب هل ده من دور منظمات حقوق الإنسان العالمية ولا سلطة الفلسطينية فقط هي اللي ممكن تقدم الأدلة الدور متاح للمتاح بداية للمدعي العام نفسه للمحكمة الجنائية الدولية هو الكلام ده إنه هو يحرك متاح للمنظمات الدولية أنها هتوسق وتقدم متاح للحكومات أنها هتوسق وتقدم متاح للمنظمات الحقوقية أنها هتقدم لكن الأمر مش بالبساطة للبعض المتصور ليه إجراءات متعددة ومتشابكة وبيحتاج تكلفة وبيحتاج خبرات فإحنا في كثير من الأحيان نقول هنلجأ لكن ربما اللجوء ما يبقاش بالبساطة دي لكن على الأقل إحنا بنحاول نعمل توافق بين عدد كبير من المنظمات بحيث أننا مع بعض نستطيع أن نوسق هذه الجرائم وأننا نقيم الدعوة أمام المحكمة الجنائية الدولية لما يبقى عدد كبير من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية مع بعض يقدروا يدعموا بعض ويسندوا بعض وتبقى القضية محل نظر أمام الرأي العام لأنك أنت مش عايز بس يعني إحنا على ما تبتدي القضية تاخد إجراءاتها أمام المحكمة يكون الرأي العام نسي أنت عارف كل يوم في أحداث إحنا دلوقتي عايشين في الحدث ليلة نهار لكن ربما على ما تنظرها المحكمة بعد سنة ولا سنتين وإحنا شفنا قبل كده أن المحكمة التعمل قدام منها الدعاوة وقعدت بالعشر سنين يعني المحكمة يعني يخرج المدعي العام ويأتي المدعي العام يبدأ فيها إجراء وبعدين تقف تاني أنا مش عايز أعول كثيرا على اللجوء للمحاكم لأنه ده حيتم حيتم وحيتم في المستقبل لكن كل ما نسعى إليه في الوقت الرهن هو وقت في القتال هو التقديم المعاونات الإنسانية هو يعني مصر تقريبا بتتحمل تلت المعاونات اللي بتخش الغزة كل يوم في الوقت إنها لا تمثل أكتر من 5% أو 10% من احتياجات القطاع الرأي العام والمنظمات الحقوقية والمنظمات الدولية عليها أنها تدعم هذا الخيار أولا خيار وقف القتال تقديم المساعدات وبعدين اللجوء للمحاكم مش الناس بتموت قدام مننا وحنقول هنروح نرفع الدعوة ونسيبهم من غير ماء أو طعام اللي بيحصل ده يعني حرب إبادة أعتقد نقدر نلجأ بيها للمحاكمات الدولية أشكرك هو طبعا فيه فيه إبادة جماعية بين واضحة عن طريق مختلف الطرق سواء عن طريق القصف سواء عن طريق تجويع وفرض الحصار سواء عن استهداف الأطفال واستهداف المساعدات يعني حتى المساعدات اللي بتدخل بيتم قصف بعضها أنا مش عايز أقولك بس بالشواهد أو بالجرائم اللي بترتكب على هواء مباشرة ومنشوفها لكن تصريحات سلطة الاحتلال نفسها يعني تصريحات كلها تعرض القائمين عليها للمحاكمة الجنائية أنت عندك وزير وزير في حكومة بيقول أن نحن نضربهم بالكمبلة النواية خلي بالك بس ده الحكومة الإسرائيلية دي حكومة حرب هم عارفين كل واحد هيقول إيه؟ ده واحد بيبعث رعب الأهالي المقيمين في غزة بيخالف كل الاتفاقات الدولية والإنسانية في الوقت اللي الحكومة فيه أو الجيش الاحتلال بينفذ نفس المهم بس بطريقة مختلفة هنا قال على طول أن نخلص منهم بالكمبلة النووية لكن التانين كل يوم بيتغول في غزة تحت قصف النار من البحر ومن الجو ومن البر أنا أتصور أنه الضمير الإنساني أنا له أن يصيقز بشكل كبير يعني إحنا شايفين تحركات في عدد كبير من الدول إحنا شوفنا في استكهولم برح مظاهرة ضخمة جدا وجايبين رسمين الجسس ده اللي بيأثر في صناعة القرار لكن أنا أأمل أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستخدم حق الفيتو في وقف إطلاق النار طبعا يعني أنا بقول ده تمني لأنه الولايات المتحدة يعني لم يحدث أنها هل عندها رفاهية أنها تلوح باستخدام الفيتو مرة أخرى أنا أتصور أنا أتصور أنه وضع بات فوست الشعوب صعب جدا سياسة أمريكا في استخدام الفيتو لدعم إسرائيل أمر مفرغ منه لكن إحنا في ضوء ما يحدث أمام الرأي العام العالمي أمام الرأي العام في أمريكا واللي يعني شايف الجرائم على الهواء مباشرة أنا أتصور أنه أنا الأوان أن الأمريكا تخجل أنها تستخدم حق الفيتو في وقف إطلاق النار إحنا مش بنطلب المستحيل إحنا مش بنطلب أنه ينتصر المقاومة على إسرائيل أو بمدها بالسلاح زي ما إسرائيل بتمد بسلاح بسفة مستمرة النهاردة طلبها 200 طيارة يعني مش ممكن ما يحدث من الولايات المتحدة الأمريكية أنا لها أن يتوقف طيب السؤولة أصام ما هي حقوق الإنسان التي انتهكتها قوات الاحتلال قوات الاحتلال انتهكت كل القيم الإنسانية وارتكبت كل الجرائم اللي منصوص عليها في الاتفاية الدولية اتكبت جريمة الإبادة الجمعية من أول لحظة وعلى الهواء مباشرة ومسجلة وسط وسورة ارتكبت جريمة التهجير القصري يعني ارتكبت جرائم الحرب المتعددة خلفت كل الاتفايات الدولية الخاصة بحماية حماية المدنيات خلفت دورها كدولة احتلال في حماية المواطنين المحتلين منعت الغذاء والماء منعت الوقود ضربت المستشفيات ضربت المدارس ضربت المراكز الدولية ضربت الأسعاف ضربت الصحفيين إسرائيل لم تترك جريمة في القانون الدولي الإنساني إلا وارتكبتها ولا توجد دولة في العالم في تاريخ العالم ارتكبت جرائم مثل ما ارتكبته إسرائيل في حق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يعني إحنا بنشوف جرائم لم تترك في الحرب العالمية أولى والحرب العالمية التانية في منطقة كسيفة السكان ومنطقة صغيرة ومنطقة محتلة ومنطقة مغلقة من جميع الجهات يعني إسرائيل بتاخد دعم مباشر على الهواء بتنزل الطيارات بالمعدات في حين أنه غزة نفسها ممنوع عليها أن يخش لها الغذاء غير بأوامل وممكن تدخل القوافل وترجع وترجع تاني بتلاكيك يعني يكفي أن أقولك أن المسؤولين الأمميين نفسهم مش قادرين يحصلوا على فيز عشان يخشوا إسرائيل عشان يوسقوا الاتفاة أنا مش محتاجة عدد الجرائم اللي ارتكبتها إسرائيل فإسرائيل ارتكبت كل الجرائم ضد الجرائم اللي مجرمة والمحرمة دوليا ضد أهلينا في قاسة طيب أستاذ عصام إذا كان ما يحدث يحدث أمام عيوننا وإحنا شايفين اللي بيحصل ومش قادرين من كتر الجرائم أن احنا نوثقها ومال إيه اللي بيحصل فيه المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وفي المعتقلات الإسرائيلية ده إحنا بعيد عن عينينا إزاي حيتم توثيقه وإزاي حنبقى عارفين إيه اللي بيحصل له مطلب مشروع من المطالب اللي طلبتها السلطة اللي طلبتها المقاومة في غزة هو الإفراج عن المحبوسين في سجون إسرائيل مقابل الرهائن اللي موودين وده أمر بسيط جدا خاصة أنه فيه تجارب سابقة تمت وتم الإفراج عنهم وفي كثير من الأحيان كانت إسرائيل بتفرج عنهم وترجع يعني توبط عليهم مرة تانية عايز أقولك كل اللي تم سجنهم في إسرائيل خرجوا ووصقوا ما حدث معهم سواء النساء أو الرجال ورفعوا أضايا بعض هذه الأضايا ترفعت حتى داخل إسرائيل نفسها لأن إسرائيل في بعض الأحيان تبقى عايزة تقدم نفسها أمام الرأي العام العالمي على أنها دولة ديمقراطية دولة متحضرة بتحترم القوانين لكن في النهاية هي بتنفذ ما تسعى كل واحد تم الأبضى عليه في سجون إسرائيل هو بيوصق الحدث وعشان كده إسرائيل كانت حريصة في الأيام الأولى للحدث أنها تستهدف صحفيين تقريبا 18 صحفي بعضهم على الهواء مباشرة وبعضهم أسرهم بالكامل عشان يكبروهم على أنهم يدخلوا في مراحل من الإحباط والحزن فما يغطوش الله لا الرقم تعدل 45 ما يغطوش يا جرائم أنا بقولك اللي تم على الهواء يعني فيه هم بيتصيادوهم لكن نحن تشوفي صحفي أو إعلامي بيمارس دوره أمام الكاميرا وعلى الهواء مباشرة ويتعرض للقصف دي جرائم ودي منظمة المادة 19 عليها أنها تتدخل بشكل كبير لأنها مهمتها حماية الصحفيين في أماكن النزاعات كمان قوات الاحتلال بتسعى لترهيب بقي سكان القطاع يعني من لا يخصف اليوم فهو مستعد لأنه مش عارف اللي جاي هيكون عمل إزاي فعايشين في حالة من الرعب كمان داخل القطاع خلينا أقول لك يعني إسرائيل حققت بعض النتائج من معركتها إنه بالأمس فقط أكتر من خمسين ألف من أهلنا في غزة يعني نزحوا لأنه في النهاية أنت أغلقت عليهم كل منافذ الحياة يعني لا فيه كهرباء ولا فيه ميا ولا فيه وقوت ولا فيه أكل ولا فيه مستشفيات ولا فيه إسعاف يعني أنت في النهاية بتتكلم عن بشر فأنت بتبرهم جب يعني تحت وطأة الضغط المباشر هم بيستخدموا السياسة اللي احنا بنستخدمها كده في معجون الأسناء يضغط عليها من وراء تخرج من قدام المكان صغير لكن الناس مغبرة تحت الضغط يعني أنت كمان بتتكلم عن بشر عندهم أطفال وعندهم مرضى أنت تشوف الناس وهي ماشية من بارح خمسين ألف واحد ماشيين في الشارع الناس بتقع تموت من التعب فيه ناس بتتزقب العريب فيه ناس بتتنقصفها شايلة أطفالها ومع ذلك ومع ذلك لا تلتزم حتى الدولة المحتلة لا تلتزم إسرائيل العنصرية بما تعلنوا يعني أنه لو الناس خرجت من شمال غزة اللي جنوبها مش هيتعرضوا لكن بيتعرضوا حتى أثناء سيرهم شوف الصمود الكبير من أهالينا في فلسطين يسحق كل التقدير وكل التحيل لأن هذا الصمود هو اللي بترتب عليه أنه إسرائيل بتخسر في المقابل الخسارة اللي بتتعرض إليها إسرائيل إسرائيل لما بيموت عندها جندي واحد بتبقى نكبة بالنسبة له فده بيأثر في الرأي العام إسرائيل ضربت عبد الحائط بالمجموعة اللي خدتهم الحماس يعني بتتاجر حتى بأرواح مواطنيها مش أرواح الغزيين فقط أو الفلسطينيين فقط خلينا طول الوقت إحنا علينا أن نذكر الرأي العام بالجرائم اللي بتتكافها إسرائيل أن نحنا لا نكل ولا نمل من أنه إذا وقف إطلاق النار أن نتصور أنه حققنا نتائج إحنا محتاجين أن القضية تظل حقيقة جدا لأنه الآلاف اللي ماتوا شهداء في الأراضي الفلسطينية يستحق دولة مستقلة وعلى المجتمع الدولي وعلى الأمم المتحدة وعلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تتصدق ليلة نهار بحل الدولتين عليها أن اتفاقيات أسل والأسل والتوقع في 1993 أنها تكون بداية الاتفاق لأنه لا يمكن حل القضية الإسرائيل الفلسطينية أو وقف هذا النزاع بدون حل جزري يعني الناس بتتكلم على وقف للوقف ده أنت بتطلب بس تدخل معونات حاجة مؤقتة أنك أنت توقف القطال حاجة مؤقتة لكن عشان تحل المشكلة جزريا أنت محتاج أمرين محتاج أن المنظومة الدولية تتوافق على حل الدولتين والالتزام بالاتفاقيات التي وقعت بين السلطة الفلسطينية وبين إسرائيل بيئة مباركة من الولايات المتحدة الأمريكية وأنت على الجانب الآخر كمان أنت محتاج مصالحة ما بين الفصائل الفلسطينية لا يمكن بأي حالة من الأحوال أن نحن نبقى في حرب وتبقى الساحة الفلسطينية نفسها فيها تنحل لأنه لن يحكم الفلسطينيين إلا الفلسطينيين يعني سيناريوهات ما بعد ما بعد توقف الضمار في غزة مين هيدير غزة؟ أنا أتصور الفلسطينيين هم من لهم الحق في إقدارة غزة لكن عشان هم يدروا غزة يجب أنه يحصل تصالح وتصفية للمشاكل العالقة ما بين أطراف السلطة الفلسطينية بالكامل أستاذ عصام لا يوجد مكان آمل في الأراضي المحتلة بكاملها يعني إذا كان إسرائيل بتتبجح بأن ما تقوم به من مورسات ده لأنهم في حالة حرب الضفة المفروض أن ما فيهاش حرب القدس المفروض أن ما فيهاش حرب الانتهاكات ومسلثة الانتهاكات لا يتوقف على أهلنا في فلسطين في مختلف الأماكن يعني ناس عزة للمفروض أنهم مدنيين ومعندهمش أي مشاكل هناك حاملات اعتقالات مسعورة اعتداءات مسعورة الناس مش عارفة حتى تروح شغلها إيه اللي بيحصل شوفي إيه اللي لأول مرة إحنا بنشوف دولة بتسلح مواطنيها لمواجهة أهلنا في الضفة يعني هم بنوا المباني بتاعتهم وبيدوا للمدنيين بيسلموهم أسلحة مستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية عشان يقتلوا بيهم المدنيين العزل طيب إحنا بنقول أنه حماس أو القسام قامت بعملية في غزة لكن في الضفة وفي القدس القتل كل يوم إحنا وصلنا من بداية الأحداث تقريبا حوالي 300 في بعض الأحيان يعني بيدربوا السيارات لمجرد أنه فيها شباب يعني يعني هم هم راغبين هم راغبين في مخالفة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان مخالفة الموثيق الدولية إسرائيل على رأسها ريشة إسرائيل بتتعامل على أنها قادته بيقولك إحنا مش هنتحاكم لأنه هم جربوا قبل كده أنه من أول قرار 2-4-2 من أول تأسيم في 47 إلى اليوم هي منفزتش أي أي اتفاق دول فهي إسرائيل تضرب عرض الحائط بكل المواصيق والاتفاقات الدولية إسرائيل تضرب عرض الحائط بكل الاتفاقيات الدولية اللي بتوقعها ما لم تكن هذه الاتفاقيات يتم حمياتها يعني الدول التي تستطيع أن تحمي الاتفاقيات التي وقعتها وقعت مع إسرائيل إسرائيل تحترم هذه الاتفاقيات الأطراف التي لا تستطيع أنها تحمي الاتفاقيات مع إسرائيل إسرائيل تتغول على هذه الاتفاقيات هناك إسرار لدى الرأي العام العالمي على أنه القضية الفلسطينية آن لها الأوان أن تحل أن تحل في إطار اتفاق دولي يحمي الدولة الوليدة اللي هي الدولة الفلسطينية لأنه بدون حل الدولتين هيظل هذا相ق لأنه فيه معتقدات داخل إسرائيل أن الأراضي الفلسطينية كلها ملك لهم. ولبنان وسوريا. الأحلام عندهم كبيرة جدا على حساب الحقوق المشروعة للعرب. إحنا علينا كمان أن نحيي هذه القضية. نحييها في المؤسسات الدولية. نحييها أمام الرأي العام. يتم التخاطب مع الرأي العام. إحنا الشباب ننجح. في أنه إحنا لما بنسافر دلوقتي بنقابل شباب عندهم معلومات كثيرة عما يحدث. كانت المعلومات مشوهشة عندهم. كانت المعلومات مغلوطة. هم شافوا ده على الهواء. لدرجة أن الإعلام الغربي في كثير من الأحيان بيعمل تغطية. لكن السوشال ميديا الجديدة مكنت الأجيال الجديدة من أنها تطلع على الحقائق. بل أن هم كمان هم اللي كانوا بيساعدونا في أن نكتشف أن إسرائيل هي الأصد. أنها تضرب المستشفى. وهم اللي وصقوا دوت. أنه لما قالوا أن حماس أطعت رقاب هم اللي ثبتوا كذبها. فعلينا كمان أنه نديم بن جسور ما بيننا وما بين الشباب في الغرب والولايات المتحدة الأمريكية. لأنه في النهاية البشر واحد. وبيتأثروا بما نتأثر بالحكومات. بتعمل في إطار مصالح متبدلة. لكن البشر حول العالم يؤلمهم ويدمي قلوبهم ما يحدث في غسل. طيب هل وارد أن المنظمات الدولية ومنظمات حق الإنسان العالمية تغير رأيها مثلا من خلال ما تعتمد عليه وسائل الإعلام الإسرائيلية. في الترويج كاذبا لأنهم بيحاولوا قدر الإمكان يحافظوا على المدنيين من خلال المنشورات اللي بتلقيها الطائرات. على الرغم من أن المنشورات موجودة ونشوف المتحدث باسم قوات الاحتلال وهو بيتكلم عن هذه المنشورات. نحن بنحاول قدر الإمكان الحفاظ على المدنيين. لكن القصف مستمر حتى وهم بيغدروا من الشمال الجنوب القصف مستمر. فهل وارد أن ده يكون لي تأثير على منظمات حق الإنسان العالمية؟ خليني أتحسس كلماتي وأنا بقولك. أغلب المنظمات الدولية في الأيام الأولى للتدخل الإسرائيلي كانت بتتعامل على السحياء. لكن أمام المجازر اللي اتكبتها إسرائيل أقدر أقولك أن أغلب منظمات العالم. خاصة المنظمات الكبيرة كلها غيرت رأيها وتعطفت مع القضية الفلسطينية. وصقت ما يحدث حتى بعض المنظمات اللي كانت بتتكلم عن حق الدفاع قالت أنه ما فيش نسبة وتناسب. تجاوز حق الدفاع. بمراحل كبيرة وأنه علينا أن نقاضي الحكومة الإسرائيلية ونقاضي القدر للإسرائيليين. ليس فقط كما تعلن إسرائيل أنها سيتم مقادتهم أمام الشعب الإسرائيلي أو أمام المحاكم الإسرائيلي أو أمام الليجانة الخاصة اللي بتشكل. وإحنا عارفين أن كل اللي موجودين من اليمين المتطرف ده يعني حتنتهي علاقته بالسياسة قريبا في إسرائيل. لكن الأمنة تقتضي أن أقول لك لا المنظمات الدولية يعني عدلت بشكل كبير من رؤيها وصقت جرائم. تعطفت مع ما يحدث أدانت في كثير من الأحيان المجازر اللي بتتكبها إسرائيل خاصة في المستشفيات وأماكن الخاصة بالأمم المتحدة والمنظمات الأممية. خلينا نتفق على أنه رغم خلافنا مع بعض الرؤى اللي بتصدر عن بعض هذه المنظمات في بعض الأحيان. لكن في الأيام الأخيرة أتصور أنه حصل بشكل كبير تغير تغير جزري وحصل احترام للمواصيك والاتفاة الدولية. وحدث أنه توجيه اتهمات مباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية وإلى الجيش الإسرائيلي في ارتكاب الجرائم. بل أن البعض يعني زايد ووجه اتهمات مباشرة للأوروبيين وللأمريكان في أنهم بيسندوا الظالم في مواجهة الضحية. يعني بيسندوا الجلات في مواجهة الضعيفة. طيب أخيرا أستاذ عصام حدك قلت طبعا دلوقتي أنه من يتجه إلى المحكمة الجنائية الدولية هي المنظمات الكبرى والدولة. لأن الموضوع لي إجراءات ولي تكلفة كمان. نرى بعض الدعوات خلال الفترة اللي فاتت بأنه بيطالبوا المحامين في مصر طبعا الأفاضل بنوما يتوجهوا بدعوة المحكمة الجنائية الدولية. هل ده جائز؟ ده جائز أنا خليني خليني أقولك أنا يعني بحكم عضوية افتحاد الدولي المحامين وحكم رئاسة الأقدم وعرق منظمة مصرية لحقوق الإنسان. إحنا بنجهز بنجهز ده لكن فكرة أنه ده يمكن قبوله بشكل جديد ده هيخد مننا وقت. لكن يكفي أن أقولك أنه لدينا الرغبة ولدينا القدرة أن نحن نقوم بهذا الدول ربما في الأشهر القادمة نذكر بعض. وأقولك الخطوات اللي إحنا خدناها ووصلنا فيه لكن خليني خليني أطمينك أن نحن لن نترك سبيلا أو طريقا لاستداء الفلسطينيين لحقهم وحق الضحايا وحق الشهداء وحق الأمهات السكلة. ويعني أنا أتصور أن ده دور أدبي ودور إنساني علينا أن نقوم به وأنا بوعدكم أن نحن نبذل قصارة جهدنا في أن نحن نوسطق هذه الجرائم ونقردها على الرأي العام العالمي. أضعي عنكم الأستاذ عصام شيحة المحامي بالنقض وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. شكراً لوجودك معنا أهلاً. شكراً جزيلاً يا فاند.